المحور الأول جسم الإنسان الدرس الرابع رفض عضو الحس بوظائفه العين عضو الإحساس بالبصر مرحبا بكم في دروس شرح الحواس الخمس للأطفال تمهيد لقد أسبغ الله علينا نعمه وأتم علينا فضله فنعمه لا تعد ولا تحصى وإن من أعظم تلك النعم نعمة البصر يقول الله جل جلاله قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وشكر هذه النعمة من أوجب الواجبات على العبد فنعمة البصر من أعظم النعم إذا استخدمها العبد في طاعة الله عز وجل وفيما يعود عليه بالنفع في دنياه وآخرته وبواسطة العينين نستوعب الأشكال الألوان والأشخاص ونميز أيضا بين الأحجام الصغيرة والأحجام الكبيرة فالإنسان يرى بعينيه كل ما يتواجد من حوله أتعرف حاسة البصر قبل البدء في أنشطتنا سننشد معا أنشودة حاسة البصر أنا إنسان لعينان أقرأ بهما في الكرآن في وجهي عينان اثنان لأميز كل الألوان بالعين جمال وضياء وبها أنظر للأشياء عيني دوما أحميها من أي تراب يؤذيها عيني هي فضل من ربدي وترى عن بعد أو قرب عيني عيني ما أحلاها أنا أحفظها أنا أرعاها يؤذي عيني ظوء الشمس هي تنفعني عند الدرس فالعين أداة الإبصار أحفظها من أي غبار لن أنظر بها لحرام ينهاني عنه الإسلام أتدرب أختار الإجابة الصحيحة العضو المسؤول عن حاسة البصر هو واحد الأذن اثنان الفم ثلاثة العين الإجابة العضو المسؤول عن حاسة البصر هو ثلاثة العين أنا أميز بين الأشخاص بواسطة استخدام حاسة واحد السمع اثنان البصر ثلاثة اللمس الإجابة أنا أميز بين الأشخاص بواسطة استخدام حاسة ثلاثة إثنان البصر ماذا يفعل كل طفل بماذا؟ الإجابة في الصورة الأولى طفل يقرأ كتاباً البنت تشاهد مجلة صور الولد في الصورة الثالثة يتعرف على خرائط الدول بالنظر إلى الكرة الأرضية في النهاية كل عمل قام به كل طفل تحقق بفضل حاسة البصر وسلامة العينين ضع علامات قاطع ومقطوع في الخانة المناسبة الرؤية موجودة الرؤية منعدمة الإجابة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر